خليوني دولياتي نتابع مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة وكمان مطش منتخب مصر الأوليمتي اللي هيتلاهب أمام زامبيا في إياب المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيصل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتيس سيكيناس لمصر في زيارة بتستمر لمدة 30 يم الزيارة بتعد فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات المهارات والتعليم والتنقل مع منقشة خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة النهاردة وفي تمام الساعة العشرة صباحاً هيبدأ الحجز إلكترونياً لـ 10,872 وحدة سكنية بمشروع جنة وده لمن قاموا بالتسجيل إلكترونياً وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات النهاردة وانتخب مصر الأولمبي هيكون في مواجهة نظير ومنتخب زامبيا في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب وكانت مباراة الزهاب أقيمت بالدفاع الجوي وانتهت بفوز الفرعنة بهدفين نظيفين ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل البطولة والعودة ببطاقة العبور النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة التانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لانهائيات اليورو من أهمها مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب أوكرانيا الساعة 6 مساء أيضا يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب ملطا الساعة 9 لربع وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب سوفاكيا مع منتخب البوسنة